السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أشارك معكم وصفة هي من أروع وأبسط ما يكون لتبيض وتفتيح لون البشرة أيضاً للتخلص من إسمرار لون البشرة هذه الوصفة لبشرة أكثر نظارة وبيض بدون مشاكل وبدون تسبغات وبدون آتار الحبوب وصفة أيضاً تقاوم التجاعد إذن حبيباتي قبل ما نمر والتعرف على مكونات الوصفة أتمنى منكم أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو أدعوكم كذلك للاشتراك بالقناة إذا كنتم غير مشتركين ولا تنسوا تفعيل زر الجرس الصغير لكي يصلكم جديد فيديوهاتي في القناة وشكراً لكم إذن حبيباتي بالنسبة لأول مكون سوف نحتاجه في هذه الوصفة هو النشاء أو ما يسمى بالمعيزنة فالنشاء يعتبر مبيض ومفتح رائع جداً للبشرة ولكل أنواع البشرة كونه يعتبر مهذئ للالتهابات الجلدية مما يسمح له أن يكون مناسب سواء للبشرة العادية البشرة الجافة الدهنية وحتى الحساسة منها هذا النشاء نشاء الضرة يعمل كذلك على امتصاص الدهون الزائدة في البشرة بالخصوص البشرة الدهنية يزيل كذلك الحبوب والبطول ضيف إلى ذلك فهو يعتبر مرتب رائع جداً هنا سوف أستعمل تقريباً مقدار ملعقة من نشاء الضرة أو ما يسمى بالميزنة كما ترون سأضيف ما يعادل مقدار ملعقة من نشاء الضرة أما بالنسبة لثاني مكون فهو مكون ممتاز في عملية التفتيح والتبييد وهو الأرز الأبيض العادي فهو متوفر في المحلات التجارية وفي جميع البيوت يمكنكم أخذ حبيبات الأرز تقومون بطحنها في البيوت في متحنة كهربائية يكون أحسن من شرائه مطحون بالنسبة لمطحون الأرز من الأحسن أن يكون ليس بناعم جيداً نحتاجه في هذه الوصفة أن يكون مثل حبيبات السكر لأن الوصفة في هذا الفيديو ستكون عبارة عن ماسك وأيضاً عن مقشر في آن واحد بالنسبة للأرز سأضيف مقدار ملعقة من الأرز بهذا الشكل وأبدأ هنا في مزج ودمج هذه المكونات الجافة مع بعضها البحر بعد ذلك سوف أضيف هنا المكون الآخر وهو ماء الورد فهو غني عن التعريف فهو أولاً محارب قوي ومهم جداً لإزالة التجاعد كذلك يعتبر قابض للمسامات الواسعة ينظف المسام من بقايا المكياج والترسوبات ومختلف المشاكل كذلك يعتبر مرطب ممتاز للبشرة سنقوم هنا بإضافته تدريجاً إلى هذه الخلطة حتى نتحصل على خلطة على شكل كريمة أضيفه كما أقول تدريجياً ثم أستمر في خلط هذه المكونات نمزج جيداً حتى تدوب لنا يعني حبيبات نشاء الدرة لأنها أحياناً تكون صعبة في مزجها كما تلاحظون أستمر في الخلط حتى نتحصل على قوام أو على كريمة كما تلاحظون تكون بهذا الشكل تقيل بعض الشيء هكذا يكون هذا المسك حتى يسهل لنا فرده على بشرة الوجه وبشرة الرقبة كذلك إذا حبيباتي بعدما ننتهي من خلط هذه المكونات جيداً مع بعضها البعض سنقوم بترك هذه الوصفة تقريباً لمدة تتراوح إلى 20 دقيقة حتى تتفاعل كل هذه المكونات مع بعضها البعض بعدها سنقوم بغسل بشرة الوجه جيداً بالماء الدافئ لإزالة الأوساخ والشوائب وكذلك لتفتيح المسامات ثم بعد ذلك نأتي إلى طريقة تطبيق هذه الوصفة كما قلت على بشرة نظيفة نأخذ هذه الخلطة نطبقها على بشرة الوجه وكذلك الرقبة نقوم بفرد طبقة سميكة ونتركها على البشرة تقريباً لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة دائماً ألا ننسى دائماً يعني العنق أو الرقبة نترك هذه الوصفة حتى تجف بعد ذلك نقوم بشطفها بالماء الدافئ ثم بالماء البارد تستعمل هذه الوصفة من 3 إلى 4 مرات بالأسبوع فهي رائعة جداً تزيل كل التصبغات وآثار الحبوب والإصمرار خصوصاً إصمرار حروق الشمس وضروري بعد إزالة هذه الوصفة أن نقوم بعمل مرثب للبشرة أو زيت مثل زيت اللوز الحلو إذاً حبيباتي أتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم إذا كانت لديكم أي استفسارات أو طلبات فمرحباً بكل أسئلتكم في التعليقات نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر